في بعض المجهودات اللي تمشيها كالسودان فيها مضيعة للوقت لأن ما فيش إلمام حقيقي على المشاكل متروحة في الساحة من طرف المواطن بينما الحلول موجودة نحكين بعد الحيان تباطؤ وقلة الدراية بدقة بالمشاكل هذي جيب ربما أجوبة نقصة عقل ما يقال أنها نقصة ما تخنعش المواطن فيه فيه نقاط إيجابية صح يعني الحمد لله بالنسبة لما كم شايفين بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية وهذه الحمد لله يعني عين كنا واعين أصبحنا وعين مكاننا ما بين الدول المحيطة بينها ولا الدول حتى بالنسبة لجنوب أوروبا ولكن أعتقدنا أننا قادرين ندير أكثر ونربح الوقت كمثال أنا في ثلاث سنين منادي بالرقمانة الرقمانة تعطيك عرقام حقيقية الرقمانة ما تكذبش الكمبيوتر ما يكذبش ما يزورش ما يدرقش عليك الحقائق وتخلي سرعة في معرفة المشاكل وسرعة في حل المشاكل إلى يومنا هذا ما فيه شرقمانة كأن الضبابية يعني هو هدف يجبتنا على قضية الهدم ما الهدم من الأخير دارت قامت بنيت قامت هل من توضيح بهذا الخصوص؟ انتهت ذلك بحث لي تبغي تريب إلا ما هيش مسكونة تريبها على وش من أساس لازم يتحاسب اللي مراقبش احنا نعرف باللي الرقصة البناء تعطيها لمساولة البلدية والبلدية عندها مسؤول ويصاية هي الضايرة باش توصل الولي مشيش الولي يأمر بالهدم مباشرة في حلول ممكن ياخدوها لضمان ممكن يعودوا يقوموا له الأرض ويرخصوا له بصيفة ستنا كما رخصنا البعض المصانع أمور هذه لازم فيها تحريات ولاش قلتنا يا ندير تكون لجنة تحت ويصاية وزير السكن ووزير الداخلية الالفات هذه تطرح تدرس من هو تسبب فيها ما هي الظروف اللي تبنت فيها من قام بدوره ومن تخلى عن دوره حتى وفنتها البناء الفوضوية أخير المطاف اللي تقرر